وما بين بطل جنوب السودان يطلع مبارا الناد الأهلي كسم باللقائنا اللي كانوا مقامين على اسمال عبورج العربة بالتالي الناد الأهلي ان شاء الله عنده مباراة مهمة جدا في غينيا اللي بستعدي لها الفريق الأول انها ان شاء الله يكون المباراة الأولى خارج الديار المباراة التانية ان شاء الله يكون في مصر بالتالي ميران بدني وخططي للأهلي قبل مواجهة كانوس بورت الغيني استأنف الناد الأهلي فريق الأول ميران ومساء اليوم على ملعب مختار التيتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مواجهة إطلع برة في إياب دور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا والتي حسمها الفريق بتسعة أهداف دون رد واجتمل ميران الفريق في البداية لمواجهة تكنو سبور بطل غينة الاستوائية في إياب دور الـ 32 بدوري الأبطال على جانب بداية وفقرة خاصة بالجانب الفني زي ما أحدكم معرفين أنه كان فيه أجازة للفريق لمدة 3 أيام على ما أعتقد وبالتالي لازم لما الفريق يرجع يكون فيه بعض الحمل البدني علشان كل واحد يرجع إلى فورمته فورمت المباريات اللي حضراتكم معرفينها عن اللعيب وبالتالي طبعا ده الجزء الخاص بالجانب البدني الخاص ببداية التمرين طبعا محمد محمود أدى تدريبات منفردة تحت إشراف كاتم طور عبد العزيزة خصائي التأهيل ولاعب يقام بتنفيذ البرنامج اللي بيخطأ عليه لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعفين من الإصابة إن شاء الله محمد محمود يكون إضافة قوي جدا للفريق ويكون موجود في البدايات مع مدير فني سواء إن شاء الله كابتن محمد يوسف أو مدير فني جديد بكلم على المرحلة اللي جاية وإن شاء الله كمان في بداية الموسم الأفريقي وبدأت الموسم المحلي محمد محمود يكون ليه وجود واحد من أهم اللعيبة اللي موجودة في نص الملعب لكن للأسف الإصابة اللعينة والعين يعني لربنا يحفظه ويحفظنا كلنا منها أدت إلى إصابته وإصابة قوي جدا أبعدته عن موسم كامل من صفوف النادي الأهل خبر اللي موجود بعد كده كابتن محمد يوسف يعقد محاضرة مع اللعبين قبل انطلاق الميران كابتن محمد يوسف عقد محاضرة نظرية مع اللعيبة قبل انطلاق ميران الفريق اللي يقيم مساء اليوم على ملعب التيتش في بداية الإعداد لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دولي الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا أسعى كابتن محمد يوسف لتجديد دوافع اللعيبة قبل مواجهة بطل غينيا للاستمرار في تحقيق الانتصارات بالبطولة الأفريقية طبعا الأهل استانف تدريباته النهاردة بعد فترة الراحة اللي حصل عليها بعد فوزه على بطل جنوب السودان فريق إطلابر رمضان صبح يؤدي تدريبات منفردة أدى رمضان صبح لاعب الفريق الأول لكورة القدن بالنادي الأهل تدريبات منفردة اليوم على هم شمران الفريق الذي يقيم على ملعب مختار التيتشو خاض رمضان تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج اللي أعده الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على بعض اللعيبة اللي شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية رمضان صبح أكيد واحد من اللعيبة المميزة جدا اللي نهتم إن شاء الله وكلنا عندنا يعني أمل إنه يكون جاهز للمباراة الأفريقية اللي جاي واحد من اللعيبة المهمة جدا واحد من الركائز اللي بيعتمل عليها النادي الأهلي سواء في الفترة السابقة أو خلال الفترة القادمة إن شاء الله كابتن طارق السليمان يجاهز شريف إكرامي للمشاركة الجماعية أدى شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية اليوم تحت إشراف الكابتن طارق السليمان مدرب الحراس وقبل انطلاق ميران الفريق اللي أقيم مساء اليوم على ملعب ألتتش خاض شريف إكرامي تدريبات منفردة اجتملت على جانب بدني قبل مشاركته في الميران تحت إشراف الكابتن طارق وده جيت ضمن المرحلة الأخيرة من فترة تجهيز الحارس للمشاركة الجماعية وطبعا زي ما قلت لحضراتكم إن شريف إكرامي أيضا كان مصاب وإن شاء الله نتمنى له عودة سريعة علشان يكون أحد أهم الحراس اللي موجودين سواء على مع الحضراش اللاعب اللي موجودين داخل ملعب أو على مقاعدة البدلاء واحد من اللعيبة النطجة جدا جدا واحد من اللعيبة اللي فعلا وجودها مؤثر وجودها بشكل عام مؤثر مع الناد الأهلي بيرفع يعني بيعرف يرفع الروح المعنوية الخاصة باللعيبة وبيعرف دايما يحث اللعيبة على الفوز وعلى التركيز داخل الملعب وهو قدوة مثل إن النجم أو اللاعب مش شرط أنه يكون موجود جوه الملعب لأ ممكن أن يكون لك دور كبير ببرا الملعب وتكون لك دور إيجابي مع زميلك علشان كده بقول لحضراتكم إن لاعب الكرة الناضج هو اللي يفهم دوره جوه الملعب وبرا الملعب علشان كده بقول لحضراتكم الشريف إكرامي هو واحد من أهم اللعيبة اللي بيعمله الدور اللي بقول لحضراتكم عليه طيب الكابتن عبدالله عبدالسلام أما لن نفرط فيها الربعية وجمهور الآلي سر البطولات كابتن عبدالله عبدالسلام كابتن الفريق الأول للقرة الطائرة رجال بالنادي الآلي قال إن الفريق لن يفرط فيها الربعية وقادر على تكرار إنجازات المواسم الأخيرة والفوز بكل البطولات اللي يشارك فيها النادي إلى فتن إلى إن الجهاز الفني وضع خطة إعداد مناسبة من أجل تحقيق هذا الهدف طبعا الربعية بيكون أمر صعب جدا لكن مع رجال طائرة النادي الآلي دايما متعودين إن مفيش مستحيل دايما الطائرة رجال وسيدات في المدى الآلي بيمتعونا وبيشرفونا طبعا وباقي الألعاب الجامعية طائرة ياد لكن أنا أتكلم على إن الموسم الماضي كموسم مميز جدا جدا في الكرة الطائرة رجال وسيدات قدروا إنهم في خلال يعني شهر واحد أو شهرين إنهم يحصلوا على لقب البطولة الأفريقية للأندي وبالتالي تصريحات الكابتن عبدالله لسه مكملين معها قال إن الموسم الجديد يحمل تحديات عديدة للجميع في ظل ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة بالفوز بثلاثية الدوري وكأس مصر وبطولة أفريقيا لموسمين على التوالي هو ما يضع مزيدا من الضغوط على الجهاز الفاني وإلى عدي من أجل تحقيق نفس البطولات بالإضافة إلى بطولة السوبر لسه مكملين مع حضراتكم أو خلاص يعني خلصنا مع حضراتكم كده خلاص كل الأخبار اللي موجودة على الساحة الخاصة بالنادل آلي سواء يعني موضوع أو خبرين خاصين بأعضاء نادل آلي في منشآت في الشيخ زايد أو بكرة إن شاء الله المنطقة الترفيهية اللي هيكون بكرة الافتتاح بتاعها الخاص بيها بكرة إن شاء الله وأيضا بنتكلم على أخبار الخاصة بالفريق الأول لخورة القدم بالنادل آلي وكمان نكلمنا على اللعبات الأخرى وتصريح الكابتن عبدالله عبدالسلام فكر حضراتكم تاني موضوع الموديل الفاني نقفله تماما ما نتكلمش فيه غير لما يتم الإعلان من خلال قناة النادل آلي ومن خلال الموقع الرسمي ومع كامل احترام والتقدير لكل سادة الزملاء الصحفيين والإعلامين كل ما يتم التداول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الصفحات أو من خلال مواقع خاصة بجرائد أو خاصة بلعيبة سابقين بنفسهم كل ما يقال ويثار حاليا ده كلام عالي تماما من الصحة ما فيش بقى خمس أسامي أربع أسامي ثلاث أسامي اسمين وتخش بقى حضراتكم تلاقي البديل مصري في حالة عدم التعاقد فتخش جوه الخبر تلاقي آدى المقدلة قصدينه إن في حالة إن ما فيش مدير فني دلوقتي كابتن محمد يوسف هو اللي هيكمل أو إن فيه مدير فني مصري أو مدرب عام مصري هو اللي هيكمل لحد ما يجيبه مدير فني أجدبي كلام زي ما أولى حضراتكم كده إيه كلام يعني ما فيش حاجة تهدف ليغل إن هو يكون ترافك أو يجيب ترافك أصل العلوم بره بيشد جدا النادي الأهلي يستقر على خمس مدربين تخش جوه الخبر تقرات لأن ندي الأهلي لسه بيفكر في خمس أسماء مطروحة علشان يختار منهم واحد طيب ممكن تلاقي عنوان كده بره تاني واللينك تحته ندي الأهلي يفكر في البديل أو البديل مصري اللي حين التعاقب مع مدير فني أجنبي تمام فتخش جوه بقى فتلاقي إيه مش البديل لا ده الكابتن محمد يوسف هو اللي مكمل لحد ما الكابتن يستقر ولجنة التقطيط يستقره على مدير فني جديد فزي ما بقول لها حضراتكم والله عشان ما تتعبوش نفسوكو هو كل ده ترافيك خاص بيه السوشال ميديا خاص بالمواقع وكلنا عارفين يعني ايه ترافيك وطبعا مش أنا طبعا ده كلامي ده لا يقلل أبدا من أحدا يعني خالص الناس بتسعوا بتجتهد ما فيش أي مشكلة لكن احنا بنقول لها حضراتكم لريحه نفسوكم ومن خلال القناة النادي الآلي من خلال الموقع الرسمي هتعرفوا أي حاجة مدير فني لعيبة أي حاجة معلومة حضراتكم عايزين تتأكدوا منها هتتأكدوا من خلال وجودنا كلنا مش أنا بس كابتن إسلام كابتن عبد الحبيد حسن أستاذ محمد الجندي محمد سعيد وأمير وطبعا أخيرا هكون موجود مع حضراتكم فارس وأسامة كل الناس اللي موجودين في القناة هم إن شاء الله لما بيكون فيه معلومة كابتن أسامة حسن طبعا نجم النجوم كل يعني زميلنا الأعزاء دول لما يتم الإعلام ممكن يكون مثلا بكرة ممكن يكون بعد ممكن الأسبوع اللي جاي أي حدا يكون موجود في الكورس ده مكاني أو لما المعلومة تيجي على طولها تقول لها حضراتكم رسميا كذا 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 مدير فني النادي الآلي طيب طولت عليكم معلش نروح لفاصل عشان نستقبل بعدية واحد من نجوم النادي الآلي والكابتن عمر الحديد نتكلم معاه في أمور خاصة كتيرة بالنادي الآلي والمدير الفني الجديد اللي إن شاء الله نسمع عنه كل خير خلال الأيام القادمة أخليكم معانا ما ترحوش في أي حتة ولكن بعد الفاصل